ما شاء الله من جمال الأجواء للأمانة محترم معد ندري وين الروح ننتقل الآن لزميلنا حسن الغزواني لازلنا في جيزان ونشوف مناظر الجمال والروعة اللي موجودة فيها واللي أصبحت ضفاف الأودية واللي دائما المتنزهين يقصدونها للترويح والترفيح عن صخب المدن خلونا نروح لزميلنا حسن الغزواني يطلعنا على الجمال اللي عنده مرحبا يا حسن الله أعطيك العافية من بدين الحلقة ونستمتع بمناظر جيزان أهلاً نهاراً أهلاً عبد العزيز مساء الخير لكم والأسادة المشاهدين والمشاهدات في كل مكان طبعاً جيزان بعد أسابيع من الأمطار توشحت الخضار وطبعاً هذه هي الأودية التي أنا في أحدها في محافظة العدابي ووادي قصي الذي يعد من أشهر الأودية في منطقة جيزان طبعاً الأودية عادت لها الحياة وعاد المتنزهون يقصدونها بعد أن عادت لها جريان ينابيعها بعد أن كدت أن تنضب من موجة قلة الأبطار التي صاحبتها الأشهر الماضية المتنزهون يعني يعتبرون الأودية هي الوجهة المفضلة الأولى لهم وعلى ضفافها تنبسط الرحلات ومحبي الطبيعة والأجواء الجميلة في مثل هذه الأيام طبعاً كما تشاهدون يعني الجريان الأودية بهذه الكثافة شجع المتنزهين والمصطفين للعودة للأودية طبعاً معي في هذه الدقائق عضو اللجنة السياحية بمحافظة العيدابي الأستاذ حسن الغزواني أستاذ حسن نرحبك عبر الشركة القرى السعودية لو تعطينا نبذة بسيطة جداً عن هذه الأجواء الجميلة وعودة المتنزهين للأودية وعودة جريان هذه الينابيع كيف رأيت قبال المتنزهين على ضفاف الأودية والجبال بشكل عام؟ حياك الله أستاذ حسن وحيا الله جميع المشاهدين والمشاهدات طبعاً نحن الآن نعيش فترة ذهبية في منطقة جازان بكامل محافظاتها بعد موجة الأمطار التي هطلت على المحافظة خلال الأسابيع الماضية لدينا ما شاء الله تبارك الله مواقع مختلفة وأيضاً تضاريس مختلفة تتنوع ما بين جبال وأودية وسهول جميعها جاذبة للسياح فممكن أنتم شاهدتم أخي حسن والجميع شاهد قبال الأهالي وجودهم على ضفاف الأودية في المدرجات الزراعية أعالي الجبال أيضاً في المسطحات الخضراء هذه كلها كانت بيئة خصبة للسياحة داخل المنطقة ستسوى أنا أعلم أنك أيضاً مصور فوتوغرافي هذه الأجواء الجميلة وهذه المناظر طبعاً تستهوي أيضاً المصورين لالتقاط مقاطع ربما ضجت مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً بالعديد من المقاطع الجميلة لجازان وسهولها وجبالها صحيح هذه فترة ذهبية لأي مصور بأنه يستطيع الخروج بمحتوى قد يغنيه لعام كامل أن تعلم أخي حسن تقريباً حدود 11 شهر من قلة الأمطار ويأتي شهر أغسطس بالخيرات ما شاء الله تبارك الله فهذه زي ما قلت لك تعتبر فترة ذهبية لأي موثق أو لأي مصور أنه يصنع محتوى سوى فوتوغرافي أو فيديو جميع خلال هذه الفترة تكون فترة مناسبة للتصوير وتوثيق هذه الحالات طبعاً الأودية فعلاً تعتبر هي الوجهة المفضلة هذه الأيام للمتنزهين أو ضفاف الأودية تحديداً لأن فترة العصر فترة قد تكثر في الأمطار وجريان سيول ولكن أيضاً ضفافها تعتبر متنفس للمتنزهين صحيح كما تشاهد أخي حسن الآن بدأ الجو تدريجياً يغيم وفي توقعات أمطار بإذن الله من بعد العصر فدائماً فترات التنزه في وقت العصرية وأيضاً كما نشيد بالأخوة المتنزهين والمواطنين بأخذ الحيطة والحذر والأخذ بعين الاعتبار رشادات الجهات المختصة كالدفاع المدني وهيات الأرصاد كما أيضاً هي فرصة لنشكر ونثني على جهود الدفاع المدني في التنبيه بعدم قطع الأودية أو المغامرة داخل السيول والشعاب الحقيقة الشخص يريد أن يستمتع بهذه الأجواء فيكون في مكان آمن عليه وعلى عائلته شكراً لكم حسن شكراً شكراً أخي حسن وحياكم والله وشكراً لوجودكم إذن عبد العزيز هذا حديث ضيفي لسؤال حسن الغزواني عضو اللجنة السياحية بمحافظة العيدة متحدثاً عن هذه الأودية في الجبال وأيضاً سهول منطقة جازان التي اكتست بحلة خضراء بعد الأمطار التي هطرت على جازان خلال الأيام الماضية وأيضاً توقعات لاستمرارها خلال الأسابيع القادمة وهو فعلاً بداية موسم الأمطار على منطقة جازان الأمطار التي هطرت في الأيام الماضية هي حالات مطرية سبقت موسم الأمطار الفعلي طبعاً نحن نتواجد في أحد بطول الأودية ونشدد ونهيب المتنزهين أخذ الحيطة والحضر عدم تواجد في بطول الأودية خاصة في فترة ما بعد صلاة العصر وهي الفترة التي تجري فيها السيول وخاصة السيول المنقولة من أعالي الجبال هذا كل ما لدينا من هنا من وادي قصي بمحافظة العدابي الصوت السرع إليكم في الحقيقة المنظر يا حسن من الآخر صراحة يعني استمتعنا فيه كثير شكراً لك زميننا حسن الغزواني فاصل شكراً لكم شكراً لكم